الانظمة العربية تفرق بين المواطنين طبعا في بعض السنة أو معظم السنة في البحرين يعني حسبوا على النظام لأن النظام حاباهم على حساب الآخرين لكن هذا لا يعني أن يتطرف الإخوان الشيعة في مطالبهم وأن يعني بعضهم بعضهم ها أنه يتطرف ويجد في إيران اللي هو الحليف لحظة يعني طالبوا بإسقاط النظام لحظة لا ما طالبوا شوف طالبوا بعد خلق أول قطير ساعد طالبوا بتغيير رئيس الوزراء طالبوا في البداية لم يطالبوا بإسقاط النظام طالبوا بتغيير طبعا هو رئيس الوزراء زي علي عبدالله صارح سألوا 40 سنة رئيس الوزراء فبذلك كان في مطالب بإصلاحات دستورية بإصلاحات دستورية طيب بقول لك أنا بعرف البحرين والسعودية بقول لك لا إحنا ما بنقدم تنازلات تحت سياسة لي الزرع طب يا أخي عندكم السلطان قبوس ومش صاحب السلطان قبوس ولا عمري شفته السلطان قبوس لما قامت المظاهرات في البلد وهو خليجي مش من عرب الشمال أو عرب أفريقيا لما قامت المظاهرات وفي كل أنحاء البلد إيش عمل أول شي عزل أهم مستشرين لهم واحد منهم قريبه صحيح ثاني شي حل الوزراء ثالث شي تعهد بدستور جديد للبلد يا أخي هذا الرجل اللي بيحرص على بلده اللي بيحرص على وحدة بلده بيحرص على علاقة جيدة مع الشعب بيحرص على تنفيس الاحتقان أنا مش مغرم فيه ولا بدي أغرم لكن أخذت منحة خطير طائفي لا لا منحة خطير طائفي كان يجب أن يكون النظام مش الآن كان يجب أن لا ينتظر حتى ينفجر الوضع الطائفي كان يجب أن يقدم إصلاحات مبكرا والآن يعني عقد الموقف أكثر النظام بأنه استدعى قوات سعودية وقوات قطرية وقوات إماراتية طب أنا في حياتي بس أنا عارفك دكتور عزل في حياتي في حياتي ما شفت دولة بتطلب مساعدة خارجي لمواجهة مظاهرة يا أخي أنا بعرف الدول بتطلب مساعدة